النظام الإيراني نظام خبيث غير مشروع يحاول استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب هكذا وصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذا النظام الذي أصدرت ضده ما سمته بالدليل الإرشادي عن نشاطاته بهدف مساعدة المؤسسات المالية الأمريكية على تحسين قدرتها باكتشاف المعاملات المشبوهة المتعلقة به كما سيساعد الدليل الذي عدته شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينتهكها النظام الإيراني من خلال استغلال الأنظمة المالية الدولية شبكة مكافحة الجرائم المالية بيّنت أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم السلوك الخبيث والذي يشمل دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النظام السوري وغيرها من أعمال زعزعة الاستقرار وبحسب الشبكة تشمل الأساليب التي يستخدمها النظام استغلال البنوك وشركات الصرافة والشركات الوهمية واستغلال الشحن التجاري وإخفاء المعاملات غير المشروعة باستخدام كبار الموظفين والمسؤولين بما في ذلك المسؤولون في البنك المركزي الإيراني وحذرت شبكة مكافحة الجرائم المالية من استغلال إيران البنوك العراقية من أجل نقل وتحويل الأموال والعملات الصعبة لتمويل الأنشطة الإرهابية خاصة وأنها صنفت إلى جانب المسؤولين الإيرانيين كلا من رئيس البنك الإسلامي العراقي آراس حبيب ومحمد قصير المسؤول المالي في ميليشيا حزب الله كإرهابيين دوليين كما اتهمت شبكة مسؤولين في البنك المركزي العراقي بمساعدة إيران على إخفاء معاملات غير مشروعة وبينت أن مسؤولين كبارة في البنك استغلوا قدراتهم الرسمية لتأمين العملة الصعبة وإجراء معاملات لصالح قوات الحرس الثوري وميليشيا حزب الله اللبناني حيث كشفت الشبكة عن معاملات توجيه يقوم بها مسؤولون في هذا البنك إلى حسابات شخصية بدلا من حسابات البنك المركزي أو الحسابات المملكة للحكومة وقيام أفراد أو كيانات غير مرتبطة بأي بنك مركزي أو حكومة بسحب الأموال من هذه الحسابات